أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر الدائم على حسن الجوار وتعزيز روابط الإخاء والمحبة بين الشعوب العربية كما أكد رئيس السيسي خلال استقباله أعضاء الأمانة العامة الجديدة لتحاد الصحفيين العرب أهمية العمل العربي الجماعي في التعامل مع الأزمات القائمة ودفع جهود التسوية السلمية لها بما يحقق المصالح العليا للشعوب العربية ويحافظ على مقدرتها من جهة أخرى أشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعلاقات التاريخية بين مصر ورومانيا التي مر على تدشينها 117 عاما جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس وزراء رومانيا نيكولايت شويكا استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء الأمانة العامة الجديدة لتحاد الصحفيين العرب وذلك برئاسة السيد مؤيد اللامي رئيسي للتحاد ونقيب الصحفيين العراقيين وبحضور السيد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وسيد ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين والرئيس الشرفي لاتحاد الصحفيين العرب صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن السيد الرئيس قدمت تهنئة لرئيس التحاد الصحفيين العرب وأعضاء الأمانة العامة لفوزهم في انتخابات الاتحاد التي أجريت مؤخراً مؤكداً دعم مصر الكامل لأعمالهم والدور المهم الذي يقوم به التحاد الصحفيين العرب في دعم الصحافة والقارئ العربي من جانبهم أعرب السادة الحضور عن تشرفهم باستقبال السيد الرئيس لهم بالتشكيل الجديد للأمانة العامة للاتحاد منوهين إلى تقديرهم لما كانت مصر الرائدة في العالم العربي ودورها السياسي الرشيد والمسؤول على المستويات العربية والإقليمية والدولية ومؤكدين تثمينهم لما يشهدونه في مصر من تطورات تنموية ملموسة بخطاً سريع ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً مع السيد الرئيس بشأن سبل تعزيز الدور الحيوي لصحافة العربية حيث أشار السيد الرئيس أن الصحافة عموماً والعربية على وجه الخصوص تواجه أوضاعاً جديدة فردها انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للغاية الأمر الذي يستلزم موصلة الصحافة تحديث دورها باستمرار والتوازن بين مقتضيات المنافسة من جانب والعمق والموضوعية في الطرح الذين يميزان العمل الصحفي على الجانب الآخر وعلى نحو الذي يسهم في بلورة رؤى جادة وفعالة للتعامل مع التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية على رأسها تحقيق السلم والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مؤكداً أن الكلمة مسئولية وأمانة كبيرة لتأثيرها في تشكيل الوعي العام والعقل الجمعي للشعوب تناول اللقاء أيضاً تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية حيث أكد السيد الرئيس أهمية العمل العربي الجمعي في التعامل مع الأزمات القائمة ودفع جهود تتوية السلمية لها بما يحقق المصالح العليا للشعوب العربية ويحافظ على مقدراتها لا سيما في هذا التوقيت الدقيق الذي يمر به النظام الدولي كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيكولاي تشويكا رئيس وزراء جمهورية رومانيا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد سامح شكري وزير الخارجية والمهندس أحمد سامير وزير التجارة والصناعة وكذلك السيد فرورين سباترو وزير الاقتصاد الروماني والسفير ميهاي ستوبر السفير الروماني بالقاهرة وقد رحب السيد الرئيس بزيارة رئيس الوزراء الروماني إلى مصر طالبا نقل التحيات والتقدير إلى الرئيس كلاوس يوهانس ومشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين التي مر على تتشينها 117 عاما كما آرب السيد الرئيس عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي في ضوء الخطوات الإيجابية البناء بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة التي عبر عنها تبادل الزيارات رفعة المستوى وعلى رأسها زيارة السيد الرئيس إلى بوخارست في يونيو من عام 2019 ثم زيارة الرئيس الروماني إلى مصر في أكتوبر من عام 2021 فضلا عن مشاركة الرئيس الروماني في القمة العالمية للمناخ التي عقدت بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من عام 2022 من جانبه نقل رئيس الوزراء الروماني إلى سيد الرئيس التحيات وتقدير الرئيس الروماني مؤكدا الحرص على استمرار التنصيقي والتشاور بين البلدين الصديقين في ضوء دور مصر المحوري في إرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية وكذلك التطلع إلى تطوير وتعزيز علاقات رومانيا مع مصر في جميع المجالات لسيما الاقتصادية والتجارية إلى جانب ثبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطعات ذات الميزة التنفسية في كل من مصر ورومانيا وفي هذا الإطار تم التوافق على أهمية عقد الدورة القادمة لللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت كما تم التبحث بشأن التعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها في ضوء حرص البلدين على تنوع وتأمين مصادرهما من الطاقة لسيما في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية وما فردته من تحديات عالمية في هذا الصدد اللقاء تناول أيضا عددا من القضايا الإقليمية على رأسها القضية الفلسطينية والجهود المصرية لتحقيق تهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني حيث تم توفق على أهمية تكثيف الجهود لإيجاد حل عادل وشامل وفقا لمقررات الشرعية الدولية تطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعيتها السياسية والاقتصادية والإنسانية على مستوى العالم وفي هذا الإطار آراب السيد الرئيس عن تقدير مصر لاستقبال رومانيا للدارسين المصريين الذين أكبروا على مغادرة أوكرانيا وتسهيل عودتهم إلى بلادهم